هناك شخص عزيزي يريد التواصل معك. هناك شخص يريد استقرار. هناك شخص يريد معك الآن كل شيء. هذا ما تقوله يعني الكرد. إضافة إلى ما قلت هي كرد الاستقرار. كرد العائلة والاستقرار. والجدية والارتباط الرسمي. يعني كنت أبحث عن الكلمة. هذا الحبيب يريد هذا معك. هذا ما يريده. لذلك هذا الحبيب سيتصل بك. أو سيأتي. سيطلب منك فرصة جديدة. لكن. أنت عزيزي تهرب. نعم أنت الآن واقعي. أنت تهرب. لكن هذا الحبيب يريد يعني أن يعطي لك كل ما كنت تنتظره من هذا الحبيب. وبعد زمن طويل يعود الآن. هذا الحبيب يعني قد يعني قد يعني قد يكون يعني قد ابتعد ورحل من حياتك. والآن يعود بعد. يعني يعني الآن يريد يعني هو نادم. وخه. ويريد أن يعود. وخه. هذا الحبيب أرى أنك أنت أنت تهرب. أنت تهرب. أنت تهرب. ولا تريد حتى الاستماع لهذا الحبيب. لماذا؟ لأنك عانيت كثيرا. أنت بكيت وعانيت كثيرا. أنت الآن ترى الأشياء بوضوح. يعني أنت ترى يعني. يعني. يعني أنت يعني رجلك في الأرض. وخه أنت واقعي الآن. ولم تعود تحلمي أنك أنت حلمت بزف مع هذا الحبيب. وتمنيت أشياء. لكن هذا الحبيب يعني. كانت طاقته مختلفة. نعم. هو لم يكن في نفس المستوى. فيما يخص العاطفة والحوم. هذا الإنسان يعني. يعني عشت معاناة كثيرة. كبيرة مع هذا الحبيب. والآن هو يعرف أنه فقدك. هو يعرف أنه فقدك. هو خائف. ولا يتقبل هذا الأمر. والآن أرى أن المعاناة ستنقلب. أنت في الأول. يعني أنت بكيت كثيرا. والآن الأشياء. يعني يعني القرمة. عمل القرمة. يعني يعود. القرمة يعود لصاحبه. أنت عانيت بسبب هذا الحب الذي. يعني هذا الحبيب وعدك بأشياء جميلة. وعدك بأن يحميك. بأن يكون بجانبك دائما. بأن يكون مخلصا. بأن يكون وفيا. وعدك بالحب الأبدي والإخلاص. ولم يفي بوعوده. والآن هو نادم. أشد الندم. شكتوا. والآن أنت من تهرب. أنت الآن من تهرب. رغم أن يعني أكيد أنك يعني ما زلت تحبه. بالنسبة للتقاط. أرى تقاط ترابية وهوائية. ترابية عضراء. جدي وثور وهوائية. دلون وميزان وجوزاء. وخا. هذه هي الأبرج التي أراها. يعني المهيمينة. المهيمينة في القراءة. هي يعني عامة موجودة كل الأبرج. لكن المهيمينة. المهيمينة هي الترابية والهوائية. تتكرر. وخا. قلنا أنت دابرج لك في الأرض. لم تعد تحلق. لأن هذا الحب. يعني كنت تحبه وتحلم أشياء وتطير في السماء. لم تكن واقعي. والآن أنت يعني ترى أن مع هذا الإنسان. مع هذا الشخص. يعني لا. يعني لن تتحقق. لن تحقق يعني الأهداف التي في حياتك. مع هذا الحبيب. وخالي أن هذا الحبيب ما رأيت معه. لم يكن سوى دموع ودموع. لكن هذا الحبيب. هذا الحبيب نادم. ويريد بداية معك من جديد. يريد أن يبدأ حياة معك من جديد. وخا. لكن أنت عزيزي رغم حبك الكبير. نعم. رغم حبك أنت. أنت أرى يعني لم تعد يعني. لم تعد يعني تستمع كثيرا لقلبك. أنت تستمع لعقلك وأنت واقعي. وكما قلت في البداية. يعني أنت يعني واقف. في يعني ورجلك في الأرض. على الأرض. لن تعد تحلق وتطل في السماء. أعتقد أني واضحة وخا. وأنت عزيزي تبحث عن أشياء جديدة. بعد تفكير عميق وتأمل عميق أنت تريد السعادة. شوفوا ماذا ينتظرك الله. حب جديد. هنا حب جديد عزيزي برج أنت تبحث وستجد حب جديد سيصل إلى حياتك. أنت لا يمكنك أن تسامحه. رغم أن قلبك الجميل والحنون عزيزي برج الدلو. يعني ما زال فيه حب لأنك إنسان جميل بزاف. أنت ستبدأ حياة جديدة. هذا ما تقوله هذا القرد. يعني هناك بدايات تغيير تغيير كبير جدا بعيد عن هذا الحبيب. أنت تبدأ حياة جديدة وربما هناك حتى صفر لمكان بعيد وحب جديد. هذا ما تقوله هذا القرد. ورغم يعني أنت حبيبي كما قلنا أنت الكرمة أنت زرعت بذور الورد، بذور الثمار، ورد الحب، ورد ثمار السعادة. نعم، والكرمة ستجيبك بالفرح، بالخير، والرزق، رزق كثير كثير بزاف. أرى هنا يعني بركة يعني الرزق، لا بندنس، الكثير من الرزق هدايا مادية، يعني هنا الكثير تتكرر، الكثير الكثير من الرزق في حياتك. مال وعمل والرزق، أرى الكثير من الرزق في حياتك. وهذا بفضل الكرمة، أنت عزيزي برج الدلو، أنت يا ملاكي جميل قلبا وقالبا، أنت تبتعد عن هذا الحبيب والدموع في عينك وقلبك مجروح، لأنك طبعا، يعني تحبه، كانت هناك مشاعر كثيرة، لكن الآن أراك يعني تسيطر، تسيطر على حياتك، وتفكر في حياة جديدة وجميلة، وتعرف أن هناك حياة، يعني بعد هذه المعاناة وبعد هذا الظلم، هناك شمس، هناك نور، وخة، أنت عشت تجارب صعبة جدا، تجارب قاسية، لكن حبيبي في نهاية الطريق هناك جنان، هناك جنان، وأنا أصر أن أرى الكثير الكثير من الرزق في هذه القراءة، وحب جديد، حب جميل وجديد، نعم جديد، حب جديد ينتظرك، وخة، يعني صافي ستهرب من المعاناة، ستبقى، يعني ستنسى المعاناة، وهذا الحبيب سيعاني كثيرا، سأل المعاناة الآن ستنتقل إلى قلبه ولن تفارق قلبه، لأنه الآن يحس أنه سيفقدك، فقدك، صافي خسرك، وروحه الآن تتعذب، مسكين هذا الحبيب، نعم مسكين أنا يعني أعطف على الجميع حتى وإن تصرف معك يعني بطريقة بشعة، لكن هذه هي الحياة، حبيبي أنت ملاك وحياتك في نهاية الطريق، أنت يعني كنت في طريق أسود، لكن في نهاية هذا الطريق هناك جنان، هناك نخل من الحب، شجر الحياة السعيدة وورود الفرح، هذا ما ينتظرك عزيزي وحب جديد، هذا كرم عزيزي برج الدلو، يعني أنا أرى مكافأة سماوية لأن الله يحبك ويحميك، يعني هنا كرطة تصر على الحماية، تحميك، وهدايا سماوية لأن هذه البراءة التي في عينيك وقلبك ستصلك لأماكن جميلة وعجيبة، وأرى حب جديد، لكن هذا الحبيب سيعود، وطبعا القرار كما أقول دائما القرار قراركم، هذا الحبيب يريد أن يعود ونادم، ودمان أشد الندم، لكن أرى حب جديد وجميل، لذلك أنت من يختار، والقرار قرارك، أنا دائما أقول أن نختار بالقلب، لكن القلب أحيانا نعم يخدعنا، ويجعلنا نعاني، لكن القرار قراركم، أنا قلت لكم يعني أوصلت لكم الرسالة، كانت هذه القراءة لعزيزي برج الدلو، وأصر أن هذا الحبيب لن يرتاح، وسيصر وسيصر وسيصر، لأنه يراك يعني تبتعي، وخاف، وكذلك أعيد أن أرى الكثير من الرزق لعزيزي برج الدلو، نعم، رزق كثير، وفرص جديدة وجميلة، وحب جديد، حب جميل، حب جديد، لكن أنت من يختار عزيزي؟ الحب، الله، شوفوا، الحب، يعني أنا قلت أن هنا الكثير من الرزق، الرزق، فهذا الرزق ليس فقط مادي، حسب ما تقولوا بل، الرزق في الحب، يعني هذا الحبيب سيعود ويحبك، وهناك حبيب آخر، يعني الكثير، يعني لديك فرص كثيرا، يعني الطاقتك هي، يعني الحب، الحب يعني في حياتك، وأنت شوفوا، الرومانسية، الرومانسية في حياتك، يعني الحب من جديد، والعزلة، ربما أنت يعني من كثرة الحب، لابد أن تفكر قليلا، نعم، لأنه أكيد أنه سيعود هذا الحبيب، وفي نفس الوقت سيظهر الحب الجديد، وعليك أن تفكر، عليك أن تفكر وتختار، شوفوا، يعني شمعتين، يعني إثنان، والحب، كذلك قد تتكلم عن الحب السماوي، لأنني أرى أنك يعني ستبدأ حياة جديدة، وأشياء جميلة جدا، وستحصد ثمار السعادة والفرح، وكذلك قد تعني هذا الكرت حب الله، لأنها كرتات روحانية، إذن كذلك قد تعني حب الله، وأنا قلت ذلك، قلت أن الله يحميكم، لأن قلبك الجميل، ونظرتك ليس فيها سوى البراء، البراءة، عزيزي برج، الدلو، الكذب، الكذب، يعني تقول أن، إما أنت أو الحبيب، تحملون قناع، يعني تلبسون قناع، أنت تكذب على نفسك، أو الحبيب يكذب، يقول حذاري من العلامة الحمراء، حذاري، يعني كن حذاري، نعم من العلام الأحمر، يعني من الخطر، يعني كن ذكيا، ويجب أن تعرف ماذا تفعل، وهذا تقول، يعني أن تبذل مجهود، أن تبذل مجهود، فيما يخص الحب، وأن الحب له مراحل، يجب أن نمر بها، وأنت يعني ما رأينا في القراءة، أنت يعني عشت تجربة مع هذا الحبيب، وطبعا القرار قرارك، إما أن تبدأ صفحة جديدة، لأنك يعني عشت كل المراحل، أو تبدأ حياة جديدة مع هذا الحبيب الذي سيعود، أو الحبيب الجديد، القرار قراركم، أنا كل ما أتمنىه لكم هو السعادة، لكن القرار قراركم، أنا أتمنى لكم السعادة والفرح والخير، وأن يحميكم الله، والله يحفظكم لي، أحبكم بزيف، شكرا وبسلام. شكرا